عندنا حاجات كتيرة عايزين نتكلم مع حدك فيها وأعتقد أن البداية المنطقية للحوار لازم تكون رؤية حضرتك للي حاصل في المنظومة الكروية في مصر عموما ورؤية حضرتك للي لازم يحصل عشان التخفزات اللي عندنا دي تختفي الفترة الجاية طبعا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مشكلة المنتخب هي قائمة من قبل ما يتعين الكابتن إيهاب أول يوم حصل اجتماع لمجلس الإضاءة واختوف الكابتن إيهاب تلقى الكابتن حازم إمام تلقى الكابتن براكات اعترضوا على تعيين الكابتن إيهاب من البداية فبالتالي أنا لو نبدي الفني للمنتخب وبداية الموضوع عدم ترحيل طبعا نتنقوا بعدين من اتنين كبار جدا في المجلس إدارة الاتحاد الكابتن حازم إمام وكابتن براكات هم أكتر اتنين لأبو كورا ومصير المنتخب فبداية الموضوع أنا لما أرجع أخش كمدي فني وكما واحد محتاج إيه الاستقرار المسندة الدعم من المجلس اللي اختارني طب بالتالي أنا ما فيش أي حاجة من الحاجات دي من قبل المبدأ فبالتالي لو أنا نجحت الكابتن حازم إمام وكابتن براكات أكيد كلامهم مش هيطلع منطقي طب لو أنا فشلت يبقى أكيد هم كلامهم هيطلع منطقي فبالتالي بقى فيه سراع من البداية جوه مجلس الإدارة ضد يعني أو ناس موافقة على الكابتن إيهاب وناس مش موافقة فبالتالي من بداية الموضوع هو أصلا وجهه رؤي العام أن فين كسام داخل المجلس الدعم مع أن المفودة ميبقاش طبيعية بس هو لو حصل أنه هو حد معترض على اسمه حقق نجاح ده هيبقى مش قصة بقى منطقي ولا بقى مش منطقي كلامه ده هيبقى أكيد حيساعد المجلس كله يعني مش حاجة حتبقى حد هيزعل عليها يعني لا وأنا قصدي من ناحية إيه أنا ناحية اللقتي أنا كابتن حازم إمام وأنا كابتن محمد براكات قلنا من البداية احنا عاوزين لديه فني أجنبي جي مجلس الإدارة اختار كابتن إهايب جلال أيوم أما مفهومة فهي الفكرة من هنا هي مش ضده مع هو انقسام على الاختيار وليس على النتيجة هو المفهومة نحن فيك مع مجلس إدارة واخدنا القرار كلنا نطلع بعد القرار أن كلنا صبرت للموديل الفني أكيد لكن ما أنا يعني ما أنا مش صبرت وفي ناس ما حضرتش بمجلس الإدارة أصلا اللي هو يوم تروج كابتن إهايب كابتن إهايب كابتن إهايب جلال مثلا من البداية تعبير على عمل رفض طبعا هي دي المشكلة يعني بداية يعني أي حد سيكون في مكان كابتن إهايب البداية تسد النفس الحقيقي بالضبط وعنت تتعامل إذن مع مجلس إدارة نص عاوزك ونص مش عاوزك طب حتى قدام الناس المفهود نبقى طلعين من على الطابق إذن مجلس إدارة النادي الآن حالك بتسمع أي حاجة بعد الاجتماع أكيد في ناس بتقول أه ولا ناس بتقول لا على أي حاجة لكن بعد الاجتماع هل في حد يطلع يتكلم لأن خلص كل ارتضى بالضبط بس يا كابتن إياسر هو زي ما حاجة بتقول المشهر من البداية ما كانش مزبوطة رقم واحد رقم اثنين مش خصة بس الاختيار المشكلة كانت أن أنا عندي أصلا ضغوط على أي حد كان حيجي مكان كابتن إهايب وقلنا كلام ده قبل كده لأن في مقارنة وفي ضغوط وفي غيابات وفي ناس معه ونس ضد وفي انتقادات من قبل ما يبدأ يعني أنا تخيل أنا باخد منصب جديد ونسبة انتقدني قبل ما أبدأ طبعا هو الرادي ده ضغط فظيع هو ده قصدي في الكلام بوافع على حضرتك كلام من حضرتك منظم جدا جدا وكلام منطق هو ده اللي أنا أصدع لي فمن البداية أنا كمدير فاني داخل المفروض ان الاتحاد الكوري يعمل صبورت لي ويشتغل معايا أنا من البداية نص الاتحاد والنص القوي اللي هو الليعب كورة ومارسة كورة اللي هم المفروض ان هم يحطوا الاستراتيجية بتاعت الاتحاد بص بقى الملف ده خلاص تعبنا منه والله العظيم نفسي مدخلنا على ويك أند خلدينا نفوك